انا شايف ان احنا التلاتة قبيض من بعض تعالوا نعمل مشروع معقد ما يتفهمش منه اي حاجة فالدكتور يضطر ينجحناك صح او يضطر يسقطني صح ايه رأيكم ان احنا نفاجه ونقدم له المشروع اللي هو عمله في 30 سنة في 4 ايام دي فاكرة جميلة جدا طبعا اه بس مشايف ان 4 ايام ده كتير يا معنى انتقبل يا ابني عايز تعمل مشروع دكتور عمله في 30 سنة في 4 ايام ايه احمد زهير يا ابني ما احنا مش هنقدمه هو هو احنا هنسرق المشروع ونغير فيه شوية حاجات كده ونلعب فيه ونقدمهوله على انه المشروع بتاعنا هو لما حيلاقي ان المشروع اللي احنا عاملينه شبه المشروع بتاعه مية في المية حيحترمنا وحينجحنا او حيكشفنا ويشلحنا اسمعوا كلامي الموضوع يستهل ناخد الرزق ناخد الرزق تاخدوا عشهير افدوا يا بيبي ايه ده؟ دكتور باصير هو اللي اخترع مازينجر؟ استنوا بس يا جبعان عشان نشوف القلش اللي الدكتور ضيع فيه 30 سنة من عمره اذا استطاعت الكتلة اكس ان تنطلق بسرعة الضوء فيه فان الوقت تي يزبط وتستطيع ان تتحرك ما بين نقطتين ايه وبيه خارقا كل الحواجز الزمنية الدكتور ده شكله في طب بقولك مش هو قد تظهر صور وانت سكت احنا مطبقين مع بعض نعمل واحد زيه بالزبط استنوا بس يا جماعة عايزين نفهم البطاعة ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه؟ يضار الجهاز الزمني بواسطة الدراع الف اللي هو غالبا ده يا شهير اللي قدامك انا مش فاهم يعني الدكتور باصير ازاي عايز يخش على مية الاختراعه جهاز البيانو اللي استنى بس تولد الطاقة الكهرومغناطيسية عن طريق القرص الاحمر الموجود في الجزء الامامي من الجهاز اللي هو غالبا ده طيب معيش تبقى سامير افتح اخر صفحة في الملزمة شوف الجهاز ده بيعمل ايه اصلا لا احنا هنجرب القرص ده الاول ما عملش حاجة نقرأ بقيت الملزمة بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده ايه ده ايه ده سامير ايه 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 الجهاز راح فين؟ ايه ده؟ هو الاختراع ده بيغاير الدكور ولا ايه؟ اوه انا دماغي مش قادر انا رخص الوش شيء ايه؟ مصيبة يا جمعان ايه، دكتور بصير يعرف ان احنا دقنا على الجهاز؟ ان شاء الله مستور يرجع موضو ايه جد عندها ناس ان جننت ولا ايه؟ ما هدايا إما الهالوين يا إما دكتور بصير عامل عيد ميلاده في الجامعة ودول إيه دور؟ لا دول بنتين هم ودي بنت مرض وشعير تعال كده يا شعير تعال بص يا راه وده مين ده اللي اسم شاوكب بقى اللي نطلع ريحنا في الجامعة وأنا ما عرفش وعملها بجنيه ونص كمان بيقطع علي ها جنيه ونص أنا طالحها وش يا معلم طالحها وش إيه يا ابني أنت بتصدق دقين نصاب بص جنيه ونص شاملة الإفطار الإقامة الإنتقال الكافر ده لو قصد يخسر مش عامل كده هي حاجة غريبة فعلا بس عارف إيه الأغرب على أن يكون معاد الرحلة الخميس القادم أربعة في الشهر الخميس الجاي مش أربعة في الشهر قصد . . . موسيقى موسيقى عندي ليك مفاجأة جنن خلاص يا حبيبتي حلم حياتنا حيتحقق خلاص لقيت شقة في المعاري بمية وخمسين جنيه خلوة بس دي حبيبي منطقة مقطعة قوي يا شيخ